موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مثل الإعلام حلقة من أهم حلقات القوى الناعمة القطرية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا وتجلت أهم أوجه هذا التوظيف في قناة الجزيرة الفضائية التي ما لبثت أن فرخت عشرات القنوات والمواقع الإلكترونية ومؤسسات إعلامية رديفة الخط الإعلامي للجزيرة وأخواتها تلبس في البداية شعارات المهنية والحيادية في طرح القضايا تحت مسمى الرأي والرأي الآخر وما لبث أن كشف عن أنيابه لتظهر حقيقته المتوارية بعد أن أصبح الدمية التي تحركها مرجعيات سياسية ودينية راديكالية وأصبح منبرا لكل شذاذ الآفاق والناعقين في خراب المنطقة قناة الجزيرة وما فرخت من مؤسسات إعلامية ركبت مثل غيرها من الداعين إلى الخراب والإرهاب موجة ما عرف بالربيع العربي فعملت مع سبق الإصرار والترصد على إغالي الصدور والدفع بالشعوب إلى أتون صراعات عبثية أتت على الأخضر واليابس لتوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من دمار وخراب في أوطاننا العربية البحرين كانت أكثر ممن اكتووا بنار الناعقين عبر فضائية الجزيرة وأخواتها عملت على شيطرة الإرادة السياسية التي حققت إنجازات كبيرة على مستوى الإقليم بشهادة العالم شرقه وغربه بل وتمادت في تقديم الدعم والمساندة والتغطية الإعلامية لسافكي الدماء عبر تقارير وأفلام تسعى لنشر روح التشرذم وتأجيج روح الطائفية وتغذية وإبراز الإرهاب مشاهدين لمناقشة هذا الموضوع وصور تدخل الإعلام القطري في شؤون الدول الخليجية والعربية يسرني يكون معي اليوم مونس المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية ورئيس تحرير صحيفة البلاد أهلا ومرحبا بك أستاذ مرحبا بك ومن الرياض معي الأستاذ سلطان البازعي وهو رئيس جمعية الثقافة والفنون السعودية مساكلة أبو الخير أستاذ سلطان مساكلة أبو الخير جميع يا مرحبا بك أريد أن أبدأ الحوار من الستوديو سيد مونس وأنت رئيس لجمعية الصحفيين البحرينية ورئيس تحرير لإحدى كبريات الصحف في المملكة كيف تنظر إلى الرسالة الإعلامية التي تبنتها قطر وما حاولت أن تتلبس به من أجندات ربما غطت عليها بالكثير من الشعارات التي تنبئ هنا بحرية الرأي والتعبير وتنبئ هناك بالرأي والرأي الآخر لا شك دولة قطر استفادت أو مشروع الجزيرة كان هو مشروع ازدواجي لدولة قطر لاستخدام الأجندة السياسية الغير معلنة وهذه الأجندة بانت ملامحها منذ قناة الجزيرة وما نراها الآن من عمل الجزيرة وما عمل الصحافة المحلية في قطر هناك تناغم كان خفيا والآن التقوا في نقطة معينة وظهر الموضوع الجزيرة اليوم لعبت دور كبير في أمور كثيرة سيئة في العالم العربي وسيئة في الخليج العربي وفي مملكة البحرين الأعلام الذي استخدمته الجزيرة هو الأعلام الذي كانت عنوينة كانت رنانة الرأي والرأي الآخر والمكاشفة والمصارحة وكانت هناك كثير من البرامج تزس السم في العسل ورأينا ما رأينا في تونس ومملكة البحرين وفي مصر وأعتقد الآن الجزيرة العالم العربي كشف الجزيرة حتى المواطن أو المشاهد البسيط كشف الجزيرة لسببين رأى أجندة الجزيرة ماذا فعلت في هذه الدول وأيضا هناك القنوات الفضائية الأخرى التي بينت حقائق أخرى التي كانت الجزيرة تخفيها فالأمور أصبحت واضحة حتى عند المشاهد البسيط نعم أريد أن أشرك إعلامي آخر عربي مقيم في لندن وهو الأستاذ عبدالعزيز الخميس الكاتب والباحث في الشؤون السياسية أستاذ عبدالعزيز إلى أي مدى تعتقد أن الشعوب العربية بالفعل خدعت في فترة طويلة من تاريخ الإعلام العربي بما كانت تقدمه الجزيرة من شعارات وما كانت تتستر به من ستارات يعني تخفي حقيقة وجه مشوه قام بتفتيت العالم العربي وضرب الأمن والاستقدار في العديد من الدول العربية ولازالت تختار يا صديقي للأسف منامسة شعور الناس عبر أواطف وعبر استثارتها وعبر الحديث عن المظلوميات بينما في الحقيقة هناك أهداف مرسومة لصالب العالم العربي إلى الفو واضح تماما من رسالة الجزيرة فيها بحثة عن الفوضى أيضا غرسها للدمار وحثها للشباب للانضمام إلى الجهات الأصولية وبالتالي نحن نرى هذه النتائج هذه في العالم العربي واضحة طيب ربما أنا أريد أن أسألك سؤالا خارج السياق ربما أستاذ عبدالعزيز هل تعتقد أن الجزيرة كانت وجاءا وحصنا لقطر الآن لا أحد يعبث بعش الدبور كما يقال لم تكن قطرا يوما من الأيام مادة إعلامية دسمة كما هي الآن الكل كان يخشى من إراد أي شيء يتعلق بقطر خوفا من قناة الجزيرة هل هذا صحيح؟ لا بالعكس يعني بعد ما يسمى بالخريف العربي أصبحت الجزيرة مدانة في الكثير من الدول العربية ورأينا الكثير من المظاهرات ربما لدى النخب لكن لدى الشعوب هناك كثير من التعاطف في تلك الفترة على العكس أنا رأيت في كثير من المناطق العربية في ليبيا في سوريا في اليمن في العديد من المناطق هناك رأي عام شعبي يرى في الجزيرة أنها مثيرة للفتنة أنها سبب الدمار الذي حل أنها داعمة للجهات المتطرفة طبعا أهم شيء ملاحظة على الجزيرة وأهم نقطة سلبية يمكن ملاحظة عليها هي دعمة للحركات المتطرفة الحركات المتطرفة كالإخوان وحركات أيضا شيعية متطرفة حركات سنية متطرفة يعني الإسلام السياسي بجميع فروح هذه أصبحت نثار إدانة من قبل الرأي العام لأنه يرى أن ناتج ذلك الفوضى طبعا الشعوب تريد الحرية وتريد العدالة لكن العدالة لا تأتي عبر المتطرفين وعبر المتشددين العدالة تأتي من مجتمع حر منفتح يسوده التوافق هذه هي عام مقاطر الديمقراطية وبالتالي الجزيرة حينما لعبت على التيارات الشعبية نجحت في فترة لكن هذه التيارات جربت رسالة الجزيرة وطبقتها أحيانا في دول عديدة خلال ما يسمى بالربيع العربي ونتج عن ذلك أن هذه الشعوب اكتوت بنار هذا الطرح المثير للفترة طبعا نحن لا نتحدث عن تأييد الظلم ولا تأييد عدم وجود عدالة لكن نحن نرى أن رسالة الجزيرة هي دعم للحركات المتطرفة فقط سنية كانت أمشائية المهم عندهم هي الفوضى نعم ورغم ذلك طبعا عذر على المقاطع هم يدارون من قبل ناس يرون أن الفوضى هي الحل للعالم العربي لأنه بعد الفوضى يخرج من الرماد سلطتهم وحكمه وتسلطهم وقدرتهم على إدارة الأمور هم يريدون إسقاط كل الأنظمة التي خطعت شوط كبير في التنمية المشكلة ليست هي مشكلة مشكلة أنظمة فقط هي مشكلة مجتمعات تريد الحرية لكنها مختطفة عبر التيارات المتشددة طيب ورغم كل ذلك وكل ما كشف حتى الآن عن قناة الجزيرة إلا أن هناك إصرارا من الدوحة على استمرار توجيه هذه القناة تجاه نفس الملفات ونفس الأجندات لم نشهد أي تغييرا وربما لن نشهد ما خطورة هذا الإصرار على توظيف الإعلام بهذا الشكل عربيا طبعا زي أي حركة متشددة إحنا لما نتكلم عن داعش وأفكار داعش واستمرار أفكار داعش القاعدة نأتي لنقول لماذا لا نستطيع مثلا إيقاف هذا الفكر لا يمكنك إيقاف أي فكرة مهما كانت سلبيتا كانت أو إيجابية من الانتشار لكن يهمك تحصين الناس وإثارة الوعي الذي حدث الآن أنه أصبحت هناك تيارات أو قطاع كبير داخل المجتمع العربي محصن من رسائل الجزيرة من رسائل الفتنة أولا لأن الناس صارت تعرف أن الجزيرة تابعة لحركات الإسلام السياسي المتطرفة وهذه نقطة مهمة جدا الجزيرة أخطأت خطأ كبير جدا كان يمكن أن تستمر بتمرير رسالتها بذكاء لو أنها لم تنحاز لفريق ضد فريق آخر لكنها كشفت عن أنيابها الإسلامية السياسية حينما انحازت للإخوان المسلمين وبشكل فاجأ لكنها أيضا ليست فقط لإخوان المسلمين هي تدعم هي تدعم أي تيار يمكنه أن يثير الفوضى هي تطبق رسالة مواضحة ولننا معرفة تماما أن من يدير الجزيرة هو عظم في الكنيسة فبالتالي كيف يمكن للرأي العام العربي أن يتقبل رسالة آتية من ما يسميه بالعدو الأول للعالم العربي وهي إسرائيل يعني هذا شيء مثير للسخرية أن تجد المتدينين أصحاب اللحى يدافعون عن قناة تدار من خبر الكنيسة الإسرائيل هذا شيء مثير يعني للسخرية في العالم العربي لكن طبعا نحن نعرف تماما أن البسطاء والدحماء والعامة يدارون دائما بهذه الطريقة أعود إلى ضيفي في الستوديو أستاذ مونس برأيك يعني ما خطورة أن تستمر هذه الوسيلة الإعلامية وهذه الأذرع الإعلامية بتفتيت الصف العربي وشق صفه طوليا طبعا هذه اللي يعرف اللي قلتوه في المقدمة القوة الناعمة هذه القوة لها تأثير قوي على الشعوب ولها تأثير قوي على نشر الفوضى والدمار لذلك يعني نتكلم عن إعلام المضاد مثل هذا الإعلام يجب أن يكون هناك إعلام وطني إعلام واعي لرد على هذه الافتراءات ويجب أن يكون إعلام أيضا واصل لكل المنطقة العربية وحتى للغرب هذه الخطورة شعرنا بها وكان يعني هذا النوع من الإعلام كان خنجر في خسرتنا أعتقد مع الوعي مع الإعلام المضاد بينت أمور كثيرة وقل تأثيرها ولكن هذا لا يعني أن نحن كسبنا المعركة كإعلام وطني قال تأثير لكن ما زال موجود التأثير موجود لكن يجب أن لا نركن إلى جم يجب أن نطور أنفسنا أيضا ونكون مبادرين في هذه الإعلام عاش نقضي مثل هذه الإعلام الإعلام التي تمارس الجزيرة للأسف يعني تمارسها بشكل اعترافي شيئنا ما بينه يعني تعرف متى تضرب تعرف أين تدخل تعرف كيف توصل رسالتها لأنه كانت الأرض خالية لها يجب أن نعرف عدواتهم مثل ما قال الأستاذ عبد العزيز من لأنه قال تدار من عقول تريد الشر لمنطقتنا يجب أن نعيه هذا ذلك بعصاءات ننسى حتى الإعلامي ننسى نرى جزيرة تقول اليوم عندي القضية لا جزيرة ماذا تريد أن تبث من سموم في هذه القضية يجب أن تفكيرنا يتغير وحتى التكتيك الإعلامي يجب أن يتطور في هذا الموضوع ضيفي من الرياض إن كنت تسمعني الآن أستاذ سلطان البازعي لو أتينا على ذكر ما تسببت به الأذرع أهلا بك ما تسببت به الأذرع الإعلامية لقطر وعلى رأسها قناة الجزيرة للدول العربية لو أتينا على تفنيدها واحدة واحدة من أين تريد أن تبدأ وماذا تقول أنا الحقيقة بودية أن أبدأ عن الأثر السلبي يعني مثل هذا الإعلام الذي تمثله قناة الجزيرة ما يؤثر على المواطن القطري الحقيقة المخاطر على العالم العربي للأسف الدمار حصل والحرائق اشتعلت في كل مكان ورأينا نتائجها الكارثية أنا أخشى أنه الآن الدور يتأثر فيه المواطن القطري شخصيا بدرجة أولى بقية الدول خصوصا دول الخليج يعني هي قادرة على وأثبتت أنها قادرة على حماية نفسها وحماية شعوبها من مثل هذه الآثار الخطيرة وهذا الدور المشبوه الذي كانت تلعبه قناة الجزيرة لكن الأثر الآن يعني بدأ يتأثر يتضح على المواطن القطري في بلده لأن قناة الجزيرة مثل ما أشار للمعظم الضيوف الآن أنها كانت من بدايتها وهي تبشر في حالة نظرية ما يسمى بالفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد كيف أثرت ذلك على المواطن القطري لم نفهم كيف أثرت قناة الجزيرة على المواطن القطري المواطن القطري للأسف الآن يعيش في عزلة عن محيطه الحيوي ومحيطه الأولي اللي مع أشقائه في دول الخليج الآن يعيش في ضائقة للأسف اقتصادية تسببت فيها هذه السياسات الرعناء إذا جاز التعبير وهذه الأجدة التي ليس للمواطن القطري دور فيها حقيقي يعني لا نجد مواطن قطريا مخلصا من العامة يمارس هذا الدور نحن نعرف القطريين عشنا معهم طول حياتنا لم نجد مثلهم مثل هذا الرغبة في إحداث الضرر للآخرين مثل ما تمارسوا قناة الجزيرة بأبواقها المتعددة أنا أعتقد هذا هو الضرر الكبير الذي يجب أن نحذر منه إخواننا في قطر أنت اخترت أن تتحدث عن قناة الجزيرة وأثرها على الشعب القطري أريد أن أتحدث مع ضيفي في الاستوديو عن أثر القناة والأذرع الإعلامية القطرية الأخرى على الوضع في البحرين كيف تدخلت وماذا أثرت على البحرين طبعا تدخل جزيرة يعني أعتقد هناك نقطتين فارقتي في هذا الموضوع من إنشاءات الجزيرة هي كانت تضرب في البحرين أتذكر كانت حشدة المعارضة أو اللقنابين أنا ذاك في لندن ليلة التصويت على الميثاق في مملكة البحرين كانت إيابتهم أتذكر وجابت ضيوفها اللي محسومة من أحرار البحرين وكانوا مستصرعين وفيهم نوع من الهستيرية هؤلاء الضيوب ذاكريهم وكانوا يقولون للشعب البحرين لا تذهبوا لتصويت الميثاق على قناة الجزيرة نعم لكن الناس ينسون للأسف إن الأسف هذه النقطة فكان تأثيرهم جدا كان ضعيف في ذي المؤخد ونجح الميثاق ولله الحمد للشعب التفحة والقيادة في هذا التصويت 2011 نتكلم أعتقد هناك أدة نقاط معينة لنترك أن يجبون الضيوف أو التأزيميين على البحرين الذين كانت قناة الجزيرة منصة لضرب البحرين لقذف رموزنا السياسية حين نعتزبها وكان كلها تحت الرأي والرأي الآخر وتحرير الشعوب لكن هناك موضوع مهم الجزيرة عملت فيلم وثائقي اسمه صارخة الظلام باللغة الإنجلنزية وكانت مستميتة أن تريد أن تضيع في المنافسات العالمية هذا طبعا فيلم كان سيء معلوم لبن كان موجه طبعا تريد تضرب البحرين بهذا الفيلم ولكن لا الحمد القوة الأهلية أو المجتمع الأهلي حارب هذه الجهود ومنع الكثير من المهرجانات أن تستضيف هذا الفيلم لأن الفيلم فيه أكاذيب من جهة واحدة وفيه رسالة تريد أن تضرب البحرين حتى في موضوع الأفلام الوثائقية تدخلت الجزيرة بشكل احترافي لضرب مملكة البحرين وما زالت تستضيف الانقلابيين وتفتحهم المجال حتى إذا أتت بشخصيات وطنية من البحرين طريقة الأسئلة تستفزهم تريد أن ده طريقة من النوع من التكتيك الإعلامي تستفز الضيف اللي هي على هواها على شخص أنه طلع مرة عن الموضوع وتخلي الضيف في المضاد وهو بشكل المرتب وهو بشكل الذي يوصل أفكاره بشكل سلس هذه الأمور انكشفت خلاص يعني اليوم ماذا فعلت اليوم الجزيرة في مصر واليوم ماذا كيف يراه الشعب المصري لهذا الجزيرة لافظها نحن نرفض هذا الفكر ونرفض شيء اسمه الجزيرة طيب أنا أريد أن أسأك عن مرحلة معينة سباق الفورميلا واحد في عام 2012 أي يعني كان هناك مواطنين من كل دول الخليج بما فيهم قطر جاول البحرين لحضر الفورميلا واحد عندما تراجع أرشيف القناة في تلك الفترة تجد أن ماذا فعلت مظاهرات ماذا ظاهرت أي نعم نقطع الطريق أمام حلبة الفورميلا في البحرين الرسالة التي تريد توصلها الجزيرة في 2012 كانت رسالة مهمة تريد أن تضرب البحرين في مقتر للأسف لأن الفورميلا مصر في 2011 بسبب الحداث وكانت البحرين مستعدة لاستقبال الفورميلا 2012 كيف تفشل هذا المشروع الجزيرة مثل ما تفضلت بأن تنشر المظاهرات والتدمير ومعظم ما نشرته أن ذلك كانت صور غديمة معظم ما نشرته وكانت تذهب للناس التي تريد أن تؤزم الأمر وتظهر للصورة أن البحرين فيه خراب وإيلا أخو إيلا أخو ولله الحمد البحرين نجحت في تنظيم هذا السباق وبشكل صاحق نعم أستاذ السلطان ربما من الجوانب الأخرى للتدخل الذي حصل من قطر ومن أذرعها الإعلامية في مملكة البحرين ما يتجاوز هذه الأحداث ربما كان هناك شق اجتماعي وتصنيف طائفي عملت القناع على تكريسه في المملكة كيف ترى ذلك يعني هو المؤسف أنه توجيه هذه القوة الإعلامية لأسف تسميتها في البداية المقدمتك أنها قوة ناعمة أنا أعتقد أنها كانت مخالب جارحة جدا لجسد الأمة العربية ولجسد الخليج العربي أسأل سلطان مرت بسهولة وبسلاسة هذه المخالب يعني هذا للأسف أنها كانت تضرب في الأقرب والأقرب بالنسبة لقطر ولقناة الجزيرة هو للأسف مملكة البحرين المتضرر الأكبر يعني دولة مثل المملكة العربية السعودية تستطيع أن يعني تواجه مثل هذا الحدث بسبب الحجم الدولة وعدد سكان لكن البحرين لا شك أنها تتأثر بشكل شديد ولذلك هم يعتقدون أن هذه نقطة ضعف في المنطقة لتسهيل وصول القوى المعادية التي يريدون منها أن تشعر الحرائق أكثر في المنطقة الغريب أيضا الغريب أنه يعني مثل القيادة القطرية التي تحتضن مثل هذه الأبواق يعني لا تعرف أنها هي أصلا هي مستهدفة من هذه القوى التي تحتضنها والتي تطلقها على الآخرين هذا يعني من أعجب الأشياء التي يمكن الواحد يتخيلها أنه يعني تتهم مثلا الدول الخريج بالعمالة لأمريكا بسبب وجود القوات الأمريكية هنا أو هناك ولكنها تنسى ولا تتحدث عن الوجود الأكبر في المنطقة من خلال قاعدة العديد وتتحدث أيضا عن وجود معارضين لدول الخريج والبحرين أو السعودية وتستضيفهم وتستضيفهم في قنواتها ولا تتحدث ولا تتحدث عن وجود كأن هذه اليوتوبيا في قطر هذه الجنة التي لا يوجد لها معارضين مطلقا يعني حتى إذا تعففت القنوات العلامية لدول الخريج عن محاولة الضرب تحت العزام كما تفعل كما يفعل العلام القطري لكنه في نهاية الأمر هم المتضررين لأنهم هم الذين يعيشون في نفس المنطقة معنا وسيكتوهم بأي نار ممكن أن تشتعل في هذه المنطقة نعم أتيت على ذكر السعودية كيف تأثرت السعودية من حجم التدخلات يعني مثل ما قلت لك السعودية الحمد لله بلد كبير وبلد قادر على استيعاب وأصلا حتى المحاولات توظيف بعض الذين يسمون نفسهم معارضة وهم أشخاص معدودين على الأصابع كلهم في لندن يعني يحظون بالرعاية القطرية من الخمس نجوم هم أشخاص معدودين تماما لم يؤثر هذا على المملكة بشكل كبير وحتى المثقفين الذين يعني يعتقدون لديهم وجهة نظر مخالفة للرأي الحكومة السعودية وهم مواطنين يعيشون في المملكة يترفعون عن التعامل مع قناة الجزيرة أو استغلالها بهذا الشكل الفج لضرب بلدهم لكنهم يمارسون عملهم وأيضا اختلافهم في الرأي من خلال القنوات الموجودة والمعلنة لذلك أنا أعتقد المملكة الحمد لله يعني لم تتأثر كثيرا وإن ضيقها ومازال يضيقها أن يعني توجد هذه القناة بهذا الشكل الفاحش الذي يضر بالمنطقة بالكامل ويضر كما تحدث في البداية بالمواطن القطري قبل غيره نعم أستاذ مونس المردي لنذهب إلى مصر مصر هناك ألاف الضحايا والقتلاء منذ 2011 وحتى الآن وهناك خسائر بمئات المليارات من الدولارات هذه الدماء في رقبة من من الذي حرض وأثار ودعى لرفع الشعرات ونزول الناس إلى الشوارع والمواجهة مع دولة ولماذا هي في منأة الجزيرة وقطر ربما لو كان هذا الحدث في داخل قطر لما تم تناول بهذه الطريقة ولما تم التحفيز عليه بهذه الطريقة لكن لأنها مصر لماذا مصر مصر طبعا هو جزء من المخطط الذي تريد أو الذي يريدون الأخواء المسلمين الأخواء المسلمين من يحضرهم الآن في قطر هي الدولة العربية الوحيدة هما التواجد لديهم الآن في قطر كانوا يبون يعززون طبعا وجودهم ويأخذون الحكم في مصر ونجحوا لمدة سنة ولكن هناك نوع من الخطة الإعلامية والفوضى ورأينا دور الجزيرة بالذات كيف كانت تنقل الأخبار وكيف كانت في ميدان التحرين عن ذاك وبعد حتى استقالت حسن مبارك أو تنحي حسن مبارك عن الحكم كيف كانت تدار العملية الإعلامية ولا يجب نتذكر ظهر القرار من نور مثل ما يقارن من لا شيء وخطب في بدان التحرير وسرق كل الجهود التي كانت الشباب يريدونها على أساس أن يعطي الكعكة كاملة الحكم لجماعة الأخوان فهذه كانت خطتهم ما شيئة إلى حتى يمر سلم الحكم هذه ما كانت يريدون جماعة الأخوان وإعلامة ولكن شعب المصري انتفض وعرف المؤامرة الكبرى وتغطيت الجزيرة على موضوع المعركة التي كانت بين الجيش أو الأمن المصري والأخوان والذي راح فيها ضحايا كثيرة من الرجال الأمن ورح ضحايا أيضا من الصجاهتين كيف كانت تنقل الخبر كأن الشرطة لم يصبهم أي خش والشرطة معي المصر أيضا وهناك شهداء وهناك ضحايا فكأن الضحية أتت من جهة واحدة فقط تم القاتل من جهة واحدة وهذه كلها بانت الأمور بعدين الخطورة بأن تم تصوير الدولة ومؤسساتها في القناة خلال طيل فترة ما يسمى بربيع العربي على أنها شيطان وأن القتيل منها الأدية له نعم يعني نحن نعرف أن الانتصار للمظلوم والفزعة تجاه الشعوب والتعاطف مع الشعوب هذه أمور إنسانية لكن لماذا تفصل الإنسانية عن الدولة ما هم أيضا مواطنين كما قلت أستاذ موليس ورجال الأمن والشرطة في كل الدول العربية التي عانت من أحداث الربيع العربي تم تصويرهم وشيطنتهم بهذه الطريقة طبعا هذا يعتمد على الأجندة التي تنقل الخبر نحن نكون واقعين ونعترف أن هناك كان قصور في الإعلام العربي في نقل الأحداث بشكل التي تفضلت فيها وكانت هي الجزيرة هي المتسيدة الموقف نكون واقعين في وصولها إلى العقول للمشاهدين لذلك نجحت في فرض أجدتها نجحت في فرض رسالتها في ما تريده لكن سبحان الله انكشفت هذه الأمور بعد سقوط مرسي لو أردنا أن نقيس هذا الوضع على بقية الدول على ليبيا مثلا أيضا على سوريا لن تسعونا هذه الحلقة لكن أنا أريد أن أسأل ضيفي من الرياض أستاذ سلطان البازعي هل هذه الأبواق الإعلامية كما وصفتها قبل قليل هل هذه المؤسسات الإعلامية وما تم ارتكابه بحق الشعوب العربية يرضي الشعب القطري الشقيق هذا السؤال أنا أعتقد هو الأهم الأكثر أهمية لأننا لا نستطيع حتى الآن أن نحصل على رأي واضح وصريح من يعبر عن الرأي الشارع القطري ما عدا ما يعني ما نتلقفه بشكل فردي من أصدقائنا وزملائنا اللي نعرفهم ونلتقي فيهم سواء كنا نلتقي في الدوحة أو في الرياضة أو في أي عاصمة خليجية أو عربية أخرى لكن المؤكد أنه لا لا يوجد مواطن قطري حر شريف يرضى بأن يدير إعلامه أفراد لهم أجندات مختلفة عن أجندة الشعب القطري أولا أو عن مصالح الشعب القطري أولا وعدى عن أنه يؤثر على مصالح الدول المنطقة وتعرفون يعني هل الأزمة الأخيرة أثبتت أو أظهرت أن وجود حالات تمازج قوية جدا بين شعوب المنطقة فبالتالي كان لابد من الحكومات المنطقة يعني بدأ هل الخادم الحرم يشير الملك سلمان في استثناء الحالات الأسر المشتركة لكن الحالات الأسر المشتركة موجودة منذ القدم وقائمة لكن هذه الأزمة مضحت هذا الحجم من التلاحم اللي أريد أقوله أن المواطن القطري لا شك خالجني أدري الشك في أنه لا يرضى مطلقا عما يحدث الآن أو النتيجة التي وصلت إليها الأزمة بسبب هذه التدقلات في العالم العربي وفي مناطق العالم قطر أنا سمعت مؤخرا تصريح للسفير الباكستاني في الولايات المتحدة يقول أنه لازم تقيسون كان يخاطب محدثين أو محدث المستمعين الأمريكان في ندوة قال لا بد أن تقيسوا حالة قطر مثل لوكسنبورغ لو قامت بما يخالف مصالح فرنسا أو ألمانيا حولها أو تبنت مثلا نظريات والطرفة تضرب مصالح هذين البلدين اللي يحيطانها من كل جانب فكيف ممكن أن تتخيل أن تتصرف ألمانيا أو فرنسا تجاه هذا التدخل لأكبر من حجم دولة صغيرة مثل لوكسنبورغ يعني كنا نتمنى لقطر أن تكون نموذج يثير حسد وغيرت كل شعوب المنطقة وشعوب العالم في التنمية والتقدم العلمي والثقافي للأسف هذا لم يحدث حتى الآن يعني بل صرفت مقدرات الشعب القطري على مغامرات سياسية يعني شملت للأسف جميع خارطة الوطن العربي اللي لم تتجاوز نعم ضيفي في الاستوديو الأستاذ مؤنس المردي هل تعتقد أن هناك الآن بات هناك وعي عربي عام وليس مطلق حول ما تم اتخاذه من إجراءات خلال السنوات الماضية وما قامت به الجزيرة خلال السنوات الماضية وأن هناك استعدادا ربما لما يمكن أن يتم تقديمه في المستقبل إن بقيت على ما هي عليه الأذرع الإعلامية لدولة قطر هل تعتقد أن المشاهد العربي المتلقي العربي الجمهور العربي قادر الآن على أن يميز بين ما يخدمه وما هي الأجندات التي تطرح في هذه القناة أو تلك كيف تضر بأمنه كيف تضر بمستقبل أبنائه كيف تضر بوطنه أو إن كان العكس من ذلك هل هو قادر على التمييز الآن أعتقد الوعي هو يعني موجود بما يتمثل الجزيرة من خطوره لكن لا نستطيع أن نقول أن المواطن أو المشاهد يستطيع أن يميز ما هو الصحيح أو ما هو غير صحيح في بعض الأخبار لأنه هو متلقي وزحمة العمل وزحمة اليوم أو في زحمة القنوات قد تمر المعلومة التي يريدون أن نمررونها الوعي موجود لكن يجب إحنا الأعلام المجابة اللي نتكلم عنه يجب أن يكون صوتها أعلى ويكشف هذا الزيف وهذه راح تكون يعني معركة طويلة الأمد نعم إحنا اليوم ما نتكلم على دراع الأعلام الجزيرة فقط نتكلم عن المواقع الإلكترونية عن صحف باللغة الإنجلنزية عن مراكز للدراسات هذه كلها ترى منظومة واحدة لها هدف معين وهذه المنظومة مثل أدرع الأخطبوت نعم يعني كل واحد يقوم بدور يعني كل عمل أو كل جهة تقوم بدورها لهدف معين أو هدف أساسي يجب إحنا نكون أيضا نعي ماذا يأتينا إذا لم إذا استطعنا نصد المعلومة الخاطر من الإعلام قد نستطيع نصدها عن طريق مركز دراسات أو دراسة تأتي لنا المعلومة أو تكون متوافرة للجمهور نعم فإحنا يجب أن نكون أيضا عندنا عنصر مجابهة لهذه الأمور ليس عن طريق الإعلام لكن عن طريق كل قنوات التواصل الموجودة سواء مركز بحثية أو إعلام إلكتروني أو إلى آخر نعم أستاذ سلطان هل برأيك من هذه السياسات الإعلامية هل استفادت قطر كانت الاستفادة ظاهرية وواقة كما تعلم يعني كانت يعتقدون للأسف بعض القيادات القطرية اللي عندهم طموحات أكبر من قدراتهم من حجمهم كانوا يرون أنهم يعني يديرون السياسة العربية وأنهم أيضا مؤثرين في السياسة الدولية تجاه المنطقة لأنهم يعتقدون بأنهم ينفذون أجندات هذه بعض القوى التي تريد تقسيم العالم العربي وتريد إشعال الحرائق فيه فيعتقدون أنهم هم الذين يديرون الصراع للأسف أنا أعتقد أنهم يعني يبدو أنهم سيكتشفون الآن أنهم هم المتضررين وأنهم الآن لن يجدوا من يبكي عليهم في حالة أنه وقع ضرر عليهم وشواهد الآن واضحة الآن من المواقف الدولية تجاه موقف دول الخليج العربي ومصر تجاه قطر أنا أعتقد كل ردود الفعل لم تكن في مصلحة قطر بالتأكيد طيب برأيك هل تأثرت صورة العالم العربي بشكل عام أمام العالم بأسره من خلال هذه الأذرع الإعلامية الجزيرة وأخواتها أكثر مما كانت قبل أن تنشأ هذه المؤسسات الإعلامية إليه مدى أثرت ذلك للأسف يعني كلنا نعرف أنه الصورة العربية ليست في أفضل حالاتها ولم تكن يعني خلال العقود اللي عشناها في حياتنا لم تكن بهذه الصورة الإيجابية الجيدة هناك محاولات هنا وهناك لتحسير الصورة والثبات أنه المواطن العربي ممكن يكون عنصر إيجابي في العالم لخدمة الإنسانية تظهر نماذج هنا وهناك لكن في المجمل للأسف كانت كلها أنظمة تدخل في صراعات مع شعوبها أو مع أنظمة أخرى ومنها من شواهد هذا يعني هذا التردي في الحالة العربية أن يقوم نظام مثل النظام القطري بتنصيم نفسه منفذ لأجندات أعداء الأمة العربية عليها وأنه تبناها بهذا الشكل الفاضح من خلال أذرع العلامية المختلفة هل أنت متفائل أستاذ مونس المردي بما قد تقول إليه الأمور الآن بعد انكشاف هذا المخطط الإعلامي وهذه التدخلات الكثيرة في شؤون الدول العربية كنت تعول قبل قليل على وعي المشاهد العربي والمتلق العربي ودعوت إلى وجود سياسة إعلامية عربية موحدة قوية ذات صوت مؤثر وفاعلة من أجل هذا الإعلام في مواجهة لتكون مواجهة مفتوحة الآن إعلاميا هل تعتقد أن القدرة على تشكيل وصياغة هذا الذهن العربي والوعي العربي المنفتح والقادر على التمييز أمر ممكن هل أنت متفائل نعم ممكن ونرى نتائجها من فترة إلى فترة طبعا هناك أمور كثيرة تأتيهم متغيرات كثيرة لأننا اعترف من 2011 هناك أمور عشر دقائق تقريبا يعني اليوم العالم العربي أو الوعي العربي للأشخاص يعني الشعوب العربية على وعي ترى وعي كبير ولكن نحن نتكلم الآن ماذا يعني وين الاستفادة أنا أعتقد اليوم كثير تسؤلنا احنا كأعلامين وصحفيين عندما تتكلمون عن الجزيرة وين كنتم في السابق يعني ليس كنتوا عند ذا الفترة وهذا كلام فيه صحيح يعني كانت احنا علاقتنا مع قطر وعلاقة يعني الحكومات والغادر مع دولة قطر لكن تمنعنا تمنعنا نتكلم ونتمنعنا أو نتكلم بالدوار المغرقة بالدوار المغرقة والله بس كانت أمور تطلع من هنا وهناك وكانت فيه إذا بترجع إلى حتى المقالات كانت فيه مقالات تنتقد الجزيرة لكن اليوم كل الأمور اليوم موضوع على الطاولة ومكشوفة اليوم حتى التسريبات التي ظهرت كذا بينت عمق أو نتكلم لا الفجورة في ماذا يريد النظام القطري في تفكيك المنطقة لمستقبل المنطقة وخاصة منطقة الخليج وخاصة السعودية ومملكة البعرين فأمور كثيرة بانت هناك الوعي موجود ولكن نحن نتكلم ماذا سنفعل بعد ذلك كيف نحن سنكون نحصن أو نكون مستعدين في يعني لاستمرارية هذه المواجهة هي مواجهة ترى إعلامية ستكون طويلة الأمن فسيجب نحن نكون مستعدين كأعلامية حتى على مستوى الشعوب في فرز ما هو الصحيح ما هو كذا هذه الأمور المات هي بالتنظير بالممارسة وبالواك نعم متفاعل ولكن راحة طول المدة حاجة لوقت طيب أستاذ سلطان برأيك ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات العربية والخليجية لوقف بث سموم الإعلام الكاذب والمعادي والقنوات المعادية هل التعويل على وعي الشعوب أكثر هل الحكومات مطلوب منها أن تقدم أكثر كيف تنظر إلى توليفة التصدي للإعلام المضاد أنا أعتقد يمكن مثل ما أشار الأستاذ مؤنس قبل قليل لأنه الآن نحن أمام حالة جرح متعفن الأول الإجراءات في الطب أنه نفتح هذا الجرح وننظفه مما صار فيه من حالة تعفن أو التهابات فهذا الفتح يعني الآن يشير حتى للرسالة للمواطن العربي المواطن في منطقة القليج لأنه هذا الوضع المتعفن لا يمكن له الاستبرار نعرف جميعا أنه من عام 2014 عندما حدثت الأزمة بالعلاقات بين دول الخليج وقطر من جانب كان ممكن لهذه الإجراءات أن تتم في ذلك الوقت وأصبح كان هناك حديث عنها عن ضرورتها لكنها استبعدت عندما لماذا لم يتم الحديث والمكاشفة في ذلك الوقت تمت المكاشفة على مختلف الأصعدة يعني ليعرف تاريخ لكنها غير ظاهر أعلامية تاريخ اجتماعات مجلس لا لم تظهر أعلامية لا شك أنه كان دائما القيادات الخليج كانت تفضل الاستجابة للمحاولات الوساطة والتادئة لكن للأسف مرة بعد الأخرى القيادة القطرية كانت تصيب الجميع بخيبة أمل حتى الذين يتوسطون يعني أنا أتفهم الآن حتى موقف دولة مثل دولة الكويت التي تحاول التوسط في مثل هذه الأزمة أنه يعني ليست في أفضل حالاتها والموقفها يعني لا تحسد عليه في أنها ستضطر مرة أخرى إلى انتزاع موافقة قطرية على شروط دول مجلس التعاون وثم لا تضمن لا تستطيع تضمن قدرة هذه القيادة على الانتزام أنا أعتقد المشكلة هنا أنه يجب أن تكون الأمور واضحة لنا كمواطنين في منطقة الخليج وللمواطنين القطريين بالدرجة الأولى أن يعرفوا أن هذه الأزمة تسببت فيها مثل هذه السياسات التي تتبعها قيادتهم والتي أيضا سمحت لقوة معادية للمنطقة أن تعشش في دولة قطر في الدوحة في وسائل إعلامها وأن تكون مؤثرة في إدارة سياساتها الخارجية وعلاقتها مع أشقاءها في مجلس التعاون القدرة على امتصاص هذه الأزمة ربما أو تحييدها جانبا قد يبدأ من الإعلام لكن بلا شك إن كانت بدايته مطلوبة ومقصودة من الإعلام لابد أن يسبقها قرار سياسي من الدول المعنية برأيك إن كانت التهدئة بصدد أن تكون في يوم الأيام موجودة هل يمكن أن نستشفك شعوب عربية مواطنين عرب عاديين أن تهدئة تبدأ من الجزيرة للدولة القطرية أو التغيير لا شيء للجزيرة يعني نحن الجزيرة نعاني منها يعني صار لنا عشرين سنة يعني موضوع الجزيرة الخطاب الإعلامي طريقة تناول القضاء يعني شوف كانت الجزيرة تبث السموم في المنطقة وكانت الشعوب الخليجية في وقام يعني ما عندها مشكلة وأن كان من فترة لفترة تظهر بعض الصوت اللي ضد الجزيرة هنا وهناك وهناك بعض الأصوات التي تدافع عن الجزيرة ولكن الأمور مشت اليوم اليوم إحنا أمام مفترق الطرق يعني القرار الذي اتخذتها الدول الخليج السعودية والإمارات والبحرين هو قرار أنا يعني برأي المتواضع أمني بامتياز لأن تحافظ على أمنه عانت هذه الدول من التدخلات عانت من من هذه الأمور فالشعوب يعني راح تتجاوز هذه الأمور راح لكن الهدف الأكبر كيف إحنا نحافظ على علاقتنا مع الشعوب الخليجية وخاصة مع الشعب القطري ولكن كيف نحارب أيضا ما يفعل هناك أداة للأسف وفي قطر من أدوات من أداة إعلامية ومن جماعات إرهابية موجودة في قطر تريد الشعر فهنا نمشي على على شعره رفيع يعني مثل ما يقال أحنا شعب القطري عضيدنا وأهلنا وأحبان يعني مهما يصير ما نفترك يعني جزء نسيج واحد لكن كيف نحارب هذا الدخيل الذي يريد أن يفرغنا عود إلى ضيفي من رياض أستاذ سلطان البازعي يعني المشاهد العربي ربما أبدأ استغرابه خلال الأيام الماضية من وجود مثلا خبر عن مدير سوق في طهران يعني يتحدث عن الأغذية ومناسبتها مناسبة تصديرها لقطر منذ متى أصبح هذا الشخص ذو أهمية وأصبحت هذه التصريحات لها أهمية على أي حال إن كان هناك أي تغيير في الوضع القائم الآن وفي الأزمة وما وصلت إليه هل يمكن أن يستشف في المواطن العربي بأن التغيير في الدوحة سينعكس على الخطاب في قناة الجزيرة وبالتالي قبل أن نسمع التصريحات الرسمية سنشاهد تغييرا في القناة وفي سياستها وفي لهجتها وفي طريقتها في التعاطي مع القضايا العربية الكبرى يعني أولا أن تعرف أن المواطن في العالم العربي سواء في المغرب العربي أو في الشام والعراق وحتى في مصر ليس في كامل الصورة عن الوضع في منطقة القريج العربي وكان يعتقد يمكن أنه أنه قناة الجزيرة فعلا تمثله في الثورات في مقابل ما كان يسمى أعلام النظام أو الأنظمة التي سقطت فبالتالي هذا الإعلام الجايل الذي يبشر بالحرية الآن يمكن يكتشف الآن حتى في نسمع أصوات في المغرب العربي يتشير بالاتهام بصراحة للجزيرة ولقطر في التأثير على الأحداث بشكل سلبي هناك أنا أظن يعني إذا شهدنا تحولا في خطاب القناة الجزيرة فلا شك أنه قد يكون مؤشر إيجابي نحو تحول الحالة السياسية الفنتازية التي تعيشها قطر الآن قد يكون إن شاء الله مؤشر العودة إلى العقل العودة إلى الوعي العودة إلى ما يجب أن يكون يعني أن تعرف أستاذ الكريم والجميع يعرفون أنه في مجلس التعاون في مساحة واضحة للاختلاف في الرأي أو للتمائز في الرأي يعني دولة الكويت كانت عندها وجهة الأظر مختلفة طوال تاريخ مجلس التعاون لكن هذا لم يؤثر على علاقتها بدول المنطقة كذلك الأمر في سلطنة عمان يعني كانت عندها وجهة الأظر مختلفة تماما عن بقية دول المنطقة لكن سلطنة عمان لم تجند إعلامها ولا استعانت بمرتزقة لمهاجمة الإساءة لدول الخليج الأخرى نفس الأمر في الإمارات الإمارات حدثت بينها وبين كثير من دول المجلس التعاون خلافات حول بعض التفاصيل في مسيرة مجلس التعاون لكن هذا لم يؤثر على الارتباط المصيري الذي ثبت فيما بعد خصوصا في عاصفة الحزم أن دولة الإمارات بالنهاية جزء من هذا النسيج وستظل جزء منه لذلك أعتقد المواطن العربي سيدرك هذا الفرق لو تغير خطاب القناة الجزيرة شكرا جزيلا لك الأستاذ سلطان البازع رأس جمعية الثقافة والفنون السعودية حدثتني من رياض كما أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ مونس المردي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية ورئيس تحرير صحيفة البلاد أشكر أيضا من لندن الأستاذ عبد العزيز الخميس الكاتب والباحث في الشؤون السياسية كان معي في بداية البرنامج عبر الهاتف كما أشكركم مشاهدين الكرام على كرم متابعتكم لقائي بكم يتجدد غدا بحول الله في حلقة قادمة وسيكون فيها موضوعا خاصا عن ما تحاول القنوات والوسائل الإعلامية القطرية التخبئ عليه والتغطي عليه في الداخل القطري ولا يفضح أمام العالم نعيدكم بذلك غدا شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة